من ضمن انسحابك أنه أنت وعدت بأنه من أسماء المطروحة أيضاً لحاكمية مصر. أبداً. هذه إشعاعات وأخبار. هذه منا مزبوطة. أول شيء ما حدا فتحني. وبرجع بقلك دائما مكرر أنه نحن في شخص بالعائلة. هو مطروح اسمه. مطروح اسمه بالإعلام. هو الوزير السابق. كاميل مسلمين. وأنا برأيي هو شخص قد الحمل. وعنده تواصل مع إذا بدك المجتمع الدولي والسنديق بالخارج. وممكن يكون هو قيمة مضافة. في حال صار في تغيير لحاكم مصر. بس في فيتو عليه لأنه كان وزير عن القوات اللبنانية برأيك من قبل رئيس الجمهورية؟ مني عارف إذا في فيتو أم لا في فيتو. بس أنت بتعرف في لبنان كيف أي شخص كان مسمى من طرف معين. أكيد الطرف المقابل ممكن يوضع فيتو عليه. والعكس صحيح. اليوم برأيي أنه ما في بعد اتفاق على تغيير حاكم مصر في لبنان. وبرأيي اتفاق مع صندوق النقد الدولي. اللي هو ما رح يحصل طبعا قبل الانتخابات. ممكن إذا الحاكم موجود ممكن ينطلب أن يضلوا الحاكم لا يواكب إذا بدك هالاتفاق. بما أنه فتحت موضوع المفوضات على صندوق النقد. أنا مخصص له محور. رح نحكي فيه. خلينا بس نحكي نبلش بالمواجهة الحاصلة بين القضاء والمصارف. هل بتعتبر أولا أنه في مواجهة اليوم بين القضاء والمصارف. أم فعليا مواجهة بين المصارف والسياسين. لأنه وصلنا على الفنال بتحميل المسئوليات. أم بين القضاء والسياسيين؟ هلأ خلينا نقول أنه إذا بدأنا نحكي عن المصارف والسياسيين. ما هني المصارف معظم اللي بيمتلكوا المصارف إن السياسيين. يعني السياسيين بين بعضهم في مواجهة هذي. كل حياتها حاصلة دائما في مواجهة بين السياسيين. أنا الهم الوحيد هنا أنه اللي عم يدفع التمن هو هالموظف وهالمودع. اليوم كيف عم يدفع التمن؟ إذا بدك أي قرار قضائي بيصدر لصالح بيحكم ضد المصارف. اليوم المصارف أهين شيئة إلى شو تعمل؟ تشهر إفلاسها أما تسكر وتمتسل بتنفذها القرارات القضائية. مين يدفع التمن؟ المودعين. المودعين بيدفعوا التمن. متما شفنا شو صار مع أفرانس. إذا أعلن أحد المصارف أعلن إفلاسه حكما ما يتعدى ملاحقة لأموال المساهمين الكبار؟ خليني أقول لك اللي بيصير أنا مني مني خبير قانوني. بس اللي بيصير تستلم اللجنة وهي مسؤولة عن تصفية المصرف إذا بدك. وأكيد المودع ما بيطلع له أكتر من ما إذا أنت تفاوضت اليوم وأكتر من ما إذا عملت خطة وأرغمت المصارف بطريقة ما يكون فيه ما يسمى البيل إن ويرجع يصير فيه رسمة ليه وإعادة هيكلة المصارف. هنا أكيد الوداع ترجع لأنه اليوم ما بدنا نخفي بقى على المودع أنه شو بعد باقي من أمواله؟ شو بعد باقي من أمواله؟ نحن عم نحكي أنه بعد في عنا 11.5 مليار دولار هايدي ما منعرف ما إنا أكيدين منها غير المطلوبات على مصرف بدنان إذا شو باقي اليوم من هالأموال؟ ما باقي أكتر من من خمسة عشر بالمية بأقصى حد اليوم للأسف وعم يستنزف يعني وعم يستنزف واليوم.